تزامنا مع انعقاد جلسة استماع لسناتور جيف ساشنز الذي عينه الرئيس الأمريكي والمنتخب دونالد ترامب وزيرا للعدل أعرب بعض المحتجين عن غضبهم من تعيين ساشنز في هذا المنصب إذ يتهمونه بالإدلاء بتصريحات عنصرية في السابق ويقول ساشنز مدافعا عن نفسه في 86 تهمت بأنني لم أقم بما يكفي لحماية الأفرو أمريكيين وإنني قمت بإدانة منظمات الحقوق المدنية ومن يؤيدها بل إنني تهمت بشكل غريب حتى بالتعاطف مع كوك لوكس كلان وهذه حتما اتهامات باطلة فعلا فأنا أمقت التنظيم بشدة وكذلك أيديولوجيته الكريهة وحتى يتقلد المنصب يحتاج ساشنز الفوز بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ اشتركوا في القناة